السلام عليكم كيف انتم لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان صليوا لنبي كيف ملعدا عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غد نتقسم معكم اليوم وكيف موعدكم في الفيديو السابق اللي كان دي الكريمة دي الزبدة اليوم تتم دي الفيديو اللي غد نحضر معكم طرطة اللي تقدروا تحضرها في جميع المناسبات دي لكم سهلة الجميع المبتدئات المناسبة اللي حضرت فيها انا الطرطة هو ان القناة اليوم الحمد لله كتملت او كملت مليون مشترك هذا من فضلي ربي واحتب الفضل دي لكم طبعا اللي دائما كتشجعوني وكتزيدوا تخلوني نزيد معكم القدام الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكذلك غد نتقسم معكم العرضة لدرت العائلة دي لزوج دي لي والهدايا اللي توصلت بها من عند العائلة دي لزوج دي لي من زيتين طويلة لكم كتر دي لزنشوفوا المقادير وطريقة تحضير كتمل عدا فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غد نبدأ في تحضير دي لها بالنسبة لطرطة دي لي هاد المرة غد نخدمة بالمولي كي كماشي بالجنواز بالنسبة للمكونات غدي نحتاج عندي 300 جرام من السكر الخشين اي سكر سنيدة و300 جرام من الدقيق نفس الكمية دير السكر كان عنه الكمية دي لدقيق عندي 10 جرام من خميرة دي الحلويات اي بيكين بودر ما يعادل واحد ملعقة صغيرة تكون مملوقة جيدا قبصة دي الملح لية ضرورية لتعديل الضوغ كيس من السكر المنسب بالفاني اربح حبات من البيض اللي خصوم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ و300 ميلي لتر من الكريمة السائلة الكريمة السائلة اللي استعمت انا عندي بدون سكر هادك النوع اللي خدمت بها المولي كيك ديالي هاد المرة يعني بدون سكر تقدروا تستعملوا لك تكون بالسكر ولكن نقص شوية دي الكيمية دير السكر سافي غدي نخد ديك اربح حبات ديال البيض اللي كيفما اتكرت معكم ضروري اخوتي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ غدي نضيف لهم 300 جرام من السكر الخشن اي سكر سنيده ما يعادل جوج ديال الكيسام من كز ديال العنباء ولكن ما يكونوا شي مملوئين يعني 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 يكونوا معمرين شي بزاف او معمرين شي مزيان وضيفت قبصة ديال الملح وغدي نضرب البيض ديالي جيدا حتى يضاعف الحجم دياله كنحصلوا على واحد الكريمة او واحد القوام اللي كيكون ابيض وكيكون في حل تقيل شوية كيفما كتشاهدوا معايا اني في حل لي غدي نخدموا الجينواز غير هذي اخوتي كتجلدي ديالديدة من اللي كنخدموها بالكريمة السائلة اينتا برامونتار كتجلدي دا بزاف دب غدي نضيف الدقيق وكذلك ديك الخميرة ديال الحلويات اللي هم النواشف اللي عندي غدي نضيفهم غير بشوية بشوية ونحركوا في حل لي كنخدموه الجينواز اني استعمد هاد الدراب اليدوي او هاد الفوي هادا كي سهل علي يحسن من سباتولا فكنا نضيف كمية ديال الدقيق وده ضروري اخوتي الدقيق ديالكم تنخلوه اي تغرب لوه عاد ضفوه من الخليط ديالكم فغدي نضيف بشوية بشوية فغدي نضيف الكيميه اللي عندي كملة ديال النواشف او الدقيق وغدي ندخلوه مزيان مع ديك البيض غدي توضح لكم بان الخليط تقيل بزاف يعني تقيل على الخليط ديال الجينواز احنا يعاد غدي نضيفه لو الكريمة اللي غدي نخفقه من بعد وغدي نجعل قوام كريمي او على شكل كريمة كيف ما غدي تشاهدو معايا قوام ديال هاد المولي كيك يكون شوية تقيل على القوام ديال الخليط ديال الجينواز خديده بثمية ميلي لتر ديال الكريمة السائلة وغدي نطربه ولكن غدي نطربه ماشي حتى في حالي غدي نزينو الكيك هنتو ما غدي تشاهدو معايا حتى تطلع غير شوية اصافي فكيف ما اذكرت معاكم هاد الكيك او له هاد المولي كيك يجلديد بزاف اخواتي كيعطي وحل ما دقرا يعني الدورتا ديالكم هنتو ما يعني القوام ديال الكريمة باق خفيف شوية يطلعت ولكن ما شوي في حالي غدي نزينو بها AbdulCycك ديالنا غدي مد Add того خليط الذي عندي الخليط كريمة الخليط ديال الكيك البيض ديال الكريمة عن الخليط ديال الكيك وبحرقات اللي يدي دائريه باش كنحفظه على القوام ديال البيض ديالنا من لو الأخواة جميع اللي كنطلعوا البيض وكنضيفه له فضع دقيق كام دون92 نخدمه بحركات دائريه من هل اسفل الى الاعلى غير بشوية باش ما نطيحوشي القوام ديال البيض اللي طلعنا في الأول نحصل على قوام كريم وكأننا لدينا شي كريمة الكريمة اللي كنزينو بها الكيك دينا هنتو مشاهدوا معي القوام ديال الخليط كيفش كيكون سوف نحتاج انا بالنسبا هاد الكيميا غادي نحتاج نواح القالب او المول للقطر دياله 20 سنتيمتر غادي اعطني ثلاثة ديال القطع يعني غادي نقطعه الى ثلاثة عمتلو فرشت الورق ديال الطبخ او ورق ديال الفرن باش نتجنب ان الكيك ديالي ما تلتسق لشي من بعد سوف يغادي نوزع هاد الخليط ديال الكيك نحاول نعوط له الوجه دياله بواحد سبطوله فهد لأثناء اخواتي انا شعرتنا الفرن ديالي يسخون على درجة حرارة 170 درجة النار فقط غير من الاسفل انا دائما الكيك ديالي كندخله الفرن اللي هو بارد ولكن هاد المرة هاد المولي كيك طيبته يعني احتسخنت الفرن ديالي من قبل اعلى درجة حرارة 170 درجة كنوضع الكيك في الوسط نخلي وطيب غير من الاسفل حتى كدوز واحد خمسة واربعين دقيقة كتاخد شوية ديال الوقت لان المول عنا غارق شوية اعاد من بعد كنزيدو نشعلو النار حتى من الاعلى ومن بعد كنجربو الكيك ديالنا بالنسبة الكريمة اللي غدي نحشي بها او القاناج اللي غدي نحشي بها الكيك ديالي من الداخل انا غدي نستعمل هاد بديل الكندر هاد يعني تقريبا بحال الكندر اه كان اخدو من مركضونا غدي نستعمل منه ميتين وخمسين جرام واحد العلبة اه مهم حتى واحد العلبة واربع ديال 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 الشوكولاتة اللي شهدتوا معايا ديال هاد الشوكولاتة هادي تقدرو تستبدلوها بشوكولاتة عادية بالحليب يعني كيبقى لكم الاختيار مع ميتين وخمسين جرام ديال هاد الشوكولاتة ضفت ميت ميلي لتر ديال الكريمة السائلة هو في العادي اخواتي القاناج اللي كان استعملو شوكولاتة بالحليب كان نضيف له نصف الكمية ديال الكريمة يعني في حال مثلا استعملتو ميتين جرام ديال الشوكولاتة بالحليب غدي تعملو معايا ميت ميلي لتر ديال الكريمة السائلة ولكن انا هات الشوكولاتة لسا عملت فيها كمية كثيرة ديال الحليب يعني فسطة شوكولاتة بيضاء فعملت ضيفت لها فقط غي 100 مليلي لتر ديال الكريمة السائلة مع 250 جرام ديال الشوكولاتة صفي هنا بعد ما خدمت القناج ديالي وضعته جانبا ورجعت من الكيكا ديالي بعد ما طابت عفون جربتها بواحد العود خشبي في الوسط دياله من اللي كيخروج ناشف كتكون صفي طيبة تمك كيف مش عدتوا معي كان شوية فحلي تحمرت لي غير وصلت لي هاتك ديال الفرن ديال شوية ديال الفرن اللي كتكون الأعلى وفحلي حرقة زالي شوية وصفي ولكن مشي مشكل مشي بسه صفي خليت المولي كيك ديالي جانبا احتبرد أخواتي عاد غادي انقطعه أنا خليته الوقت الكافي احتبرد تماما عاد غادي انقطعه بغيته تخليوها غير تيدفى عاد قطعوها شاهدوا معي كيفاش كيجي من داخل الأخواتي كيجي رائع كيفما اتكرت معاكم كيجي لديد بزعب وعلى فكرة بالنسبة للوقت اللي خدرت معايا هالكيكا هذي في الفرن أنا تقريبا خدرت معايا واحد ساعة ديال الطياب لأنه كيفما اتكرت معاكم اللي كيجي كل مول غارق الحشوة فيه يعني فيه بزعب فكي ياخد الوقت شوية في الطياب يعني كتاخد الكيكا الوقت في الطياب سافي هنا كيفما اتكرت معاكم هذي يعطيني أربع دوائر ديال الكيكي أنا قطعت بذيك المنشار أخواتي اللي كي سهل صراحة بزا فعلينا إذا ما توفرتوا شريخ قطعوا غيب الخيط كيفما دائما كنشارك معاكم سافي أما بالنسبة باش غدي نسقي الكيك خديت واحد الكأس ديال الحليب لي غدي نضيف له ملعقة كبيرة من الكراميل تقدروا تستبدلوها بملعقة ديال كاكاو الحلو أو المر أو استعملوا أي عصير أخواتي سقوا بالكيك ديالكم أنا غدي نوضعه فوق النار غير يسخون ويدو بذيك الكراميل من بعد غدي نستعملوا بالنسبة الكريمة أنا استعمت 200 ميلي لتر من الكريمة السائلة ديال الخفق اللي كيكون فيها السكر دياله هذا هو النوع ليستعملت هاد المرة هاد النوع كناخده من كوميركول أخواتي اللي عايشين في إسبانيا هادي كريمة نباتية يعني نباتية وكتجي حلوة ورائعة جدا أخواتي رائعة جدا مزيونة بزا ف أو تقدروا تستعملوا كريمة سائلة اللي كتبع معنده المغاربة يعني أي كريمة سائلة أخواتي غير الأخوات اللي كيسولوني دائما عايشين في إسبانيا أنا شمين كريمة كنستعمل أنا إما كنخدم عند المغاربة ديالنا هولالا وحن نوع آخر كيشبان هولالا كنضن ماجيك أو لا ما عرفتش الاسم دياله وكذلك هاد المرة استعملت هادي اللي كف ما اذكرت معكم خديطة من كوميركول سعملت 200 ميلي لتر من الكريمة السائلة وكذلك ضفت ملعقة كبيرة من الكراميل باش نحصل لواح الكريمة بضوق الكراميل فكيف ما شاهدت معي ذيك العلبة ديال الكراميل اللي استعملت ها مع الحليب كذلك استعملت من نوع الملعقة تكون عامرا مزيان هادي الكريمة كيفاش كيشي القوام دياله كيف ما اذكرت معكم مرائعة جدا هاد هو الحليب بعد مسخن ودب في ذيك الملعقة ديال الكراميل لديفتله غادي نتركو جانبا نحتيت فشوية طبعا عاد غادي نسقي به الكيك ديالي سافي دبع عندي كل شي جاهز مع لي إلا أنني منطي الكيك ديالي فكيف ما كتشاهدوا معي ذيك القمع بلاستيكي الأول عندي فيه الكريمة ديال الزبدة اللي سبق اللي تقسمت معكم في الفيديو اللي كان قبل من هذا الكريمة الثانية ديال الكريمة ديال الخفق اللي تضيفنا لذيك الملعقة كبيرة ديال الكراميل والكريمة الثانية هي ديال بديل كندر أو تقدر تستعملو كندر طبعا كتجي واح الكريمة رائع وحي القاناج رائع وهذا اللي كانضيف منه كمية بسيطة غير وحي كمية في الول كانضيف فغادي ندهم بها الكيك ديالي كتجي واح القاناج لديد لديد بزاف فأنا أخواتي ما دخلت شي ديك القاناج ديالي للتلاجة ما تدخلوه شي للتلاجة أما إذا كنتوا غادي تتخدمو الكيك ديالكم حتى اليوم التالي فطبعا دخلوها للتلاجة ومنلي تبغيوا تتخدموه بالقاناج ديالكم خرجواه وخليواه ياخد درجة حرارات المطبخ وغادي تاخدوا الطراب للكهربائي وخلطوها غير شويش باش كيرجع القوام دياله عفوان يخفف شوية فصفي هنا يا ضفت الكريمة ديال الزبدة في الحواف ديال الكيك ديالي ومن بعد كان عمر بهاد أول طبقة غادي نعمل كريمة ديال بدوق الكراميل ونهاي غادي نستعمل هاد البيسكوي هاد بش يعطيني واحد القرمشة فصط تورتا ديالي استعملت هاد النوع اللي كان أخدوه من ميركا دونوت ثمن ديال وجد مناسب استعملوا أخواتي أي بيسكوي اللي يكون فيها هيدا واحد شوية ديال القرمشة هدا فيه الكراميل يعني كيجي معلك وفيه واحد القرمشة اللي كيجي مزيونا او تقدروا تستغنوا عليه طبعا يعني خدموا الكيكة ديالكم أخواتي بالليمز وفر عندكم نزوما غير هي هاد الكيكة جيت لديد لديد بزاف غادي ناخد واحد سباتولة وغادي ندخل ديال القطع ديال البيسكوي او ديال القطع ديال الشوكولاتا مهم غادي ندخلوا في الوسط ديال الكريمة وغادي نوضع تاني طبقة ديال الكيك او هاد المولي كيك تقدروا تستبدلوا المولي كيك طبعا بالجنواز كيبقى لكم الاختيار غادي نسقيها مزيان من ديك الحليب اللي عندي من السم او بنكهات الكراميل غادي نوضع في الحواف او الحشيات ديال الكيكة ديالي دائرة من كريمة ديال الزبدة طبقة تانية غادي تكون بالقناش ديال الكندر او بدي الكندر شاهدوا معي اخواتي انا من اللي خليتوا برد في المطبخ فتقل بزاف فاخدي تطرى بالكهربائي تطربتوا شوية رجع لي اللون دياله على هاد الشكل اللي كتشاهدوا معي غادي نوضع هنيا عندي اللوز مقرمش شوية مهارمش ومقرمش شوية وغادي نوضع الطبقة الثالثة ديالي بيسكوي ونعمل واحد دائرة مويم غادي نستمر بنفس طريقة انا اعملت اربع طبقات مفاد الكيكة هذي صافيه هنا اخر قطعة ديال الكيكة يلي كنت عندي القاعة ديال الكيكة هي اللي غادي نستعملها الوجه ديال الكيكة لانا كتجي فيها كتجي معوطة وكيجي فيها ديال الحواف دياله معوطين سقيت تحت هي كيف مشهدت معي من القاعة دياله مزيان واعاد وضعتها فوق الكريمة ديالي كنت بتمزيان واخر شيء غادي نغلف الكيكة ديالي باول طبقة ديال القناش ديال بديل كندر او الشوكولاتة اللي حضرت معاكم على فكرة تقدروا تغلفوا الكيكة ديال كملة وتستعملوا فقط غير القناش اللي احضرت معاكم ما تستعملوا شي الكريمة ديال الزبدة اذا ما كتعجبكم شي فكيبقى لكم الاختيار فانا تبقت لكمي بسيطة ديال القناش فما بغيتش نضيعها وضعتها هي الليولانية غا نلفت بها واحد تغلي فخفيفة الكيكة ديالي عاد من بعد غادي نغطيها مزيان بكريمة ديال الزبدة وغادي نبدأ نفيني او نعوط الكيكة ديالي صافينا يا غادي نجيب كيف ما اتكرت معاكم كريمة ديال الزبدة بالنسبة الاخوات اللي بقى ما شافوشي الفيديو هوا الفيديو قبل من هاد الفيديو هادا كنت تقسمتوا معاكم وكذلك غادي نترك لكم الرابط دياله في صندوق الوصف تفاكريمة اللي هي رائعة الديدة سهلة وصريعة في تحضير ديالا كتصلح هيدا التغليف ديال الكيكة للتزيين ديال الكابكيكس وتقدروا تستعملوها يعني بناكهات اللي هي مختلفة نستعملتها بناكهات الفراولة او الفريسة مجتشي باينة صراحة فيها يعنني جا المدق ديال هاد الكيكة هادي اغلب ديال الكراميل مع الكندر مع ديال القطع ديال بيسكوتي فجت رائعة صافي هنا غادي ناخد هاد السباطولة اللي صراحة كتساعد بالنسبة لأخوات اللي بغيوا يعني يحضروا هيدا الكيكة في المنزل ديالهم فضروري أخواتي هيدا تاخدوا أدوات اللي تسهل لكم الخدمة ديال الكيك ديالكم صافي كانوضعوح الكيميا اللي هي لا بأس بها من كريمة ديال الزبدة مليكيت بياللي شي مطع أو شي مكان ما فيه شي كان عمرو بالكريمة ديال الزبدة وكانخدم بديك السباطولة اللي شاهدته معايا فباكين حتى شي حاجة أخواتي اللي هي صعيبة فقط خسكم تكونوا كتبغيوا يعني هيدا تتحضروا حسنتما الحلويات أو الطرطات ديالكم أنا بيدي أخواتي ماشي بروفوسيونال في الحلويات والطرطات ولكن هوايا كنبغي نعمل هيدا الأشياء ديالي بيدي يعني من اللي كتكون عندي شي مناسبة كنبغي أنا نعمل نحضر الحاجة ديالي بيدي كيف ما أذكرت معاكم صافي غدي مدان عوطاب قد المستطع كيف ما أذكرت معاكم اللي كانشوف شي متعبة قصو يعني مخصو الكريمة كان عمرو وكانضع نأبليكي أو كانوزع الكريمة ديال الزبدة بهاد السباطولة فاخصت شوية ديالي بتسع ديال الخاطر وفالاخر غدي تحصلوا لحو النتجة اللي هي مرضية فهنا يا أخواتي من اللي تشوفوا بأن الكريمة ديال الزبدة ديالكم بالخصوص من اللي كي كل جو ساخن ما بقت يعني ما كتساعدكم شي للخدمة ديالا فغدي تدخلوا الكيك ديالكم للتلاجة وتخلي واحد وحد نصف ساعة أو مهم حتدش ببرصة ديالك الكريمة ديال الزبدة من بعد كتخرجوها وكتبدووا الأماكن اللي ما عندكم شي مفينيين أو ما معوطين شي كتبداو تعوطوهم ديالك سبطولة تبيلكم شي متعبا خاصوا الكريمة أو كتضيفوا الكريمة ديال الزبدة أو اللي خدمتو به القناش ديال الشوكولاتة كذلك نفس الخدمة في تفل القناش ديال الشوكولاتة فكتبداو تخدموها كيفما اذكرت معكم بالخصوص ميكي كل جو ساخن في الزبدة كتعدب شوية تبلجو بارد فأنا دخلت مرة واحدة للتلاجة تمسكت شوية معي باش ساعدتني أنني نعوط للشكل دياله مزيان صافي وكان هدا كو الشكل نهائي دياله هني غادي نحضر معاكم باش غادي نزيين ديك الدميعة اللي استعمت أنا دياله بالدهب يعني فحال الدميعة باللون الدهبي فأحتاج من 30 جرام ديال السكر ناعم أي سكر سقيل غادي نضيف له كيميا بسيطة دياله الفاني واحد رأسمي العقة صغيرة ديال الفاني وعندي الملون أو الملمع الدهبي غادي نحتاج منه 1-5 جرام أنا هديه الكمية اللي تبقت لي غادي نضيفها كملة ما خمسة جرام تقريبا ما كاملاش صافي نخلط لكل جيدا ونضيف كمية بسيطة ديال ما تقريبا واحد سبعة جرام تقريب سبعة سبعة ميللي ديال ما يعني الأخوات اللي ما عندهم شي الميزا نضيفه غيقة قطرة مرة قطرة وخلطهم زيان خدموا هد الخليط ما خسوش يكون خفيفي لكن عندكم خفيف ما غايش ببرش يرسو على الكيكا القوام دياله يكون بحال هيدا خدموهم زيان وغادي سحصلوا على هده هاد ما عارش كشا نقولو موهم هاد الدميعات اللي غادي نستعمل أنا في اللون الدهابي كيجيون زيونين تزيين ديال الكيكات ديالنا صافي وضعت هيدا خطوط فوق الكيكة ديالي وغادي نعمر شوية هنا في الجانب ديال الترطة فبالنسبة لتزيين اخواتي زيانوتو ما باللي بغيتو يعني باللي بغيتو انتو ما صافي غير بحال هاد الشكل هادا انا ما بغيتش نعمره كاملة بديك خطوط او ديك دميعات باللون الدهابي كتفت بها غير بحال ديك الشكل هادا هنان يفش غاهزيند الحواف او حشيه دياله خضيت هاد العقيقة او هاد الحبوب ديال شوكولاتة او هاد الحلوية هادوا يمانا انزه بهم الحلويات ها دو كنا نخدم اخواتي منت lact Josif en easy media خلط ما بين ان يجو في هاد العلبة في هاده هاد الحلويات او هاد الحلويات هي انزه بهم الكيكات ديالنا اور لون الدهابي وكذلك اخرين مخلطين باللون الدهبي والابيض فانا خلطهم مع بعض وبدز انوضأ بالملعقة كيفا وضحت لكم الصوره هنا عندي ورود هاد المرة غادي نستعمل ورود إصطناعية عفوا لأنني ما تبقى ليش الوقت صراحة الكيكة تحضرت اليوم قبل حضرت الموليكيك والكريمة ديال الزبدة واليوم التالي أخواتي حضرت يعني منطية الكيكة وكانوا مجين عندي العائلة ديال الزوج ديالي فكنت يعني سرعة وصفي هنا يا استعملت فقط غير ورود إصطناعية اللي لويت للفلاسطيق غدائي طبعا القاعد يلاعد دخلتم في الطرطة ديالي وغادي نستعمل هاد الورق ديال الأرز اللي باللون الدهابي بالنسبة هاد الوريقة هاد الوريقة ديال الأرز فبيليتم أو طلبتم من ألي إكس بريس تمان ديالهم جد مناسب في ألي إكس بريس وكتجي العلبة اللي هي كبيرة ما شاء الله يعني تدوس لكم يعني تدوس لكم بزاف ديال الطرطة زينوا بها بزاف ديال طرطة ديالكم فكنت من الشرح ديالي يكون واضح أنا حضرت اليوم عادي بالدرجة ديالنا المغربية لأن الفيديو جا طويل بزاف وأنا مصرعه فما كان دركشي نشرح لكم يعني الفيديو كي دوس ما كان دركشي نشرح يعني الشرح اللي هو مبسط للجامعة لكن كان ضمن صورة واضحة فكنت هذه الطرطة اللي حضرت بناسبات أن القناة كتملت أو كملت عفواً مليون مشترك كما ذكرت معكم في الولد ديال القناة الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكراً للكم كاملين أي وحدة كتخلي لي تعليق جميل أي وحدة كتشجعني صراحة القناة ديالي ما شاء الله كيجيوني من غي التعليق لي جميلة التعليق لي محفزة دعوات ديال الخير فكنت قلكم لكم بالمثل والحمد لله وشكراً للكم وبالنسبة للعشاء فأنا مدركتشي صراحاً حضروفة تكلفت لي به واحدة سيدة اللي ما شاء الله عليها واحدة سيدة اللي عنا معروفة هنا في مدينة الميريا والنواحي كتتكلف بالأعراس والمناسبة ديالكم أي حاجة بغيتوها كتحضر لكم من أكل مملحات حلويات ما شاء الله عليها أنا غدي نخلي لكم لإنستغرام دياله ده بغدي يطلع لكم على الشاشة وكذلك غدي نترك لكم الرقم دياله في صندوق الوصف الأخوات اللي هنا في إسبانيا ويبغيوا يعني يتواصلوا معها فأنا غدي نترك لكم الرقم دياله في صندوق الوصف وهذاك هو الإنستغرام دياله كيف ما شاهدته معايا وده بغدي نتقل معكم من الفتح الهدايا اللي جوني مع العائلة ديال الزوج ديالي اللي كان بغين شكرهم بزاف ونقولهم ربي ما يحرمني منكم شكرا بزاف وصفي الفيديو والاقتراح دياليوم حتى اللي هنا وكي كنت سلا نتمنى يا ربي يكون عجبكم وكان عاود نكرر شكرا شكرا لأي وحدة دعمتني أي وحدة دعات معايا أي وحدة خلتلي تعليق لهو محفز فكن بغين شكركم كاملين وكن قلكم لكم بالمثل والحمد لله هذا من فضل ربي صفي الفيديو ديالي أحسن لحنا وكي كنت سلا أحبكم في الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله وبسلامه اشتركوا في القناة